صباح الخير على كل مشاهدي شبكة انتين نايل لايف نهارك سعيد بنروح بكل اللي بيتابعونا ولسه مكملين معاكوا في تغطية لكل ما يحدث في الشارع المصري بنحاول يكون عندنا فقرات متعددة بنحاول نجيب وجهات نظر كتيرة جدا عشان نعرف كل ما يدور في مصر زي ما بنتمنى الاستقرار زي ما بنتمنى الامن في الشارع كمان بنتمنى تحقيق العدالة والقصاص لكل شهداءنا ومصابينا صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا عشف صباح الخير يا مي صباح الخير يا كل مشاهدينا حلقة الحد خمسة اثنين الفين واثناشر واحداث كثيرة جدا بتحصل في بلدنا بس يمكن العام المشترك في كل الاحداث هو كلمة الرئيس السابق يعني يا الفوضى الرئيس السابق اللي تم منع بس محاكماته في أوقات كثيرة بناء على شكوى منه وما يحدث في البلد دلوقتي من تفجير خط الغاز للمرة الاثناشر صحينا عليه النهاردة الصبح وحوادث السطف المسلح وحادث بلسعيد المجزرة ما حدث في بلسعيد كان المجزرة لكن الاحداث كثيرة جدا والوقاعة كثيرة جدا خلونا نحاول نواكب على قد ما نقدر اللي بيحصل صباح الخير يا عشان صباح الخير مي صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما ان شاء الله بإذن الله بسعيد ومليان بالأمل برضو اسمحوا لي ان انا ما كنتش موجود معاكو على الهوى في اليومين اللي فاتوا احب ان انا قدم خالص العزاء لكل الشعب المصري في المجزرة اللي حصلت في بلسعيد يا رب ما ترجع لنا تاني حداث زي كده ونتمنى القصاص من الناس اللي هم تسببوا في هذا الموضوع نتمنى ان احنا نوصل لأي مجرم عمل اي حاجة من بعد ثورة 25 يناير لان احنا ما بنوصلش للأسف الشديد للمجرم الاساسي عندنا فقرات عديدة النهاردة طبعا من ضمن الفقرات حضرتكو عارفين طبعا الاحزاث اللي بتحصل ما بين مصر وامريكا في الفترة اللي فاتت او الفترة الحالية في مشدة ما بين مصر وامريكا في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية ما بينهم وما بين بعض وتلميح بموضوع ان احنا مش هنديكم المعونة بتاعة المعونة العسكرية وفي عندنا فقرة زملتي ماي هتعملها مع ضيف الكاتب الصحفي ايمن شرف رئيس تحرير جريدة العربي فيه كمان فقرة معينا النهاردة طبعا الاعادة للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشورى ناس كتير جدا ما تعرفش ايه الدور الحقيقي لمجلس الشورى دايما بنسمع المجلس الشعب بنعرف دوره بنعرف عدد اعضاؤه طبعا التنافس على عضوية مجلس الشعب بتبقى كبيرة جدا مجلس الشورى عمرنا بصراحة معرفنا الهدف منه ايه النهاردة هيكون معينا ضيفنا استاذ رقفة سليمان الصحفي مساعد رئيس تحرير الاهرام هيكلمنا على صير الانتخابات في المرحلة الاولى للمجلس الشورى وفي اطار ان احنا في احداث متلاحقة انا تمنى انه الاحداث اللي بتحصل دلوقتي وما يحدث في شارع منصور وما يحدث في وسط البلد وشارع محمد محمود اعتقد لغاية دلوقتي اكتر من 2500 مصاب و7 قتلى في القاهرة وخمسة في السويس الارقام حاجة يعني صعبة جدا نتمنى انه نقدر نوصل لحل في الاحداث دي خادي انا انا هضيف حاجة صغيرة بس عرفتها النهاردة الصبح انه الكوات المسلحة نزلت عملت حاجز اه اه اسمنتي او حاجز طوبي ما بين وزارة الداخلية وما بين اه صور. ده بناء على توصية لجنة الدفاع والامن اه القومي في مجلس الشعب لما انعقلت لانها اصدرت الكثير من من التوصيات. ده سيناري على العموم يعني احنا كنا كلنا متوقعين. يعني هو الوضع بس اه متأزم لكن حكاية انه يتبني جدار واللي عدي منه ويتم التعامل معه. حكاية الجدار دي ما تنفعش بلدنا يا جماعة. يعني مفروض ان احنا عندنا برنامان منتخب دلوقتي. برنامان منتخب هو اللي وافق على موضوع الجدار. ده حاجة صعبة جدا. لكن هيكون معنا النهاردة من ضمن اهم الفقرات معنا. هيكون معنا المدون والناشط السياسي مايكي النبيل. اللي تم الافراج عنه بمناسبة 25 يناير. عفو من المكشير طنطاوي. وكان اثار جدل كثير جدا. هيكون معنا هو شخصيا النهاردة في فقرة مهمة جدا. هتكون مع زملائي ماي. هليننا نبدأ مع بعض بفقرة الصحافة. مع صحفية امال عويضة. صحفية بجريدة الاهرام وزميلي اشرفت اصباد الفاصل.